بسم الله الرحمن الرحيم أكاديمية ناصر للتنس الأرضي تحييكم النهاردة هنشتغل في حاجة برضه طلبت مننا عن طرق أصدقائنا ايه هو الإرسال أو السيرف في التنس الأرضي احنا عملنا فيديوهات كتير إرسال عملية وكتير من أصدقاء والزملاء شكرون على أن الشرح كان بفضل الله وافي على أن إزاي يبدأ السيرف واحدة واحدة إلى أن يقدر يضرب السيرف إحنا في موقع السيرف عندما نعلم لعب لسه بدء معنا بنديره القعدة البدائية في السيرف ثم لما ينطلق معنا نقدر باقي أنواع السيرف تلاحظ علينا في جميع السيرف نشتغل في لاب أو النوع الأول من السيرف اللي هو متعارف عليه دوليا ومعظم اللعب الكبار يلعبوه عادة بس لازم اللعب عشان يبقى متقدم نديره أكتر من نوعية في ذات النهارة ليه إزاي يلعب النوعية النوع ده؟ لأ النوع ده إمتع؟ لأ الضربة دي جي إمتع؟ فإحنا عندنا تلات أنواع من الإرسال أو السيرف الإرسال ليه تلات أنواع النوع الأول من الإرسال عندنا النوع اللي هو بنسميه الفلاد سيرف أو إزا فلاد سيرف الفلاد سيرف دول بيتلاقب بطريقة ويكون المسكة في الصحيح على هذا الإرسال في مكان بين المسكة الشرقية الخلفية اللي احنا بنسميها يعني خلف اليد مصدوك سيرف بلاك هاند طيب في السيرف باك هاند في السيرف باك هاند بنمسك بتبقى المسكة كونتيننتا يعني مسكة عامة يكون وضع المضرب أمام الجسم ومخدمة اللاعب يكون وضع المضرب إيه؟ أمام الجسم ومخدمة اللاعب مع الاستفادة من الحد الأدنى لحركة الجسم مع الاستفادة الحد الأدنى لحركة الجسم يبقى النوع الأول من الإرسال هو اسمه فلاد الفلاد دي بنعلمه الجميع اللاعبة يعني لو افترضنا إن اللاعب كبير بدأ من العشرينات التنس ما نقولوش لا بنبدأ معه ندينه يلعب فلاد وممكن يلعب فلاد مدى حياتي لو أنا مش عيبها بطر واحد بدأ معك من خمسة عشرين أو عشرين سنة وبقى ممتاز في اللاعبة ممكن على الوقت يعرف باقي أنواع السيرف لكن من الممكن أن يستخدم الفلاد على طول ويمارس بين اللاعبة yesп ويلعب بيه باللعبة ويلعب بياستمرار ويلعب السيرف في الفلاد وييجيد زد الفلاد وياخد بيه بوينت ممتاز طيب، تقدم في اللعب اللاعب ندينه النوع الثاني من السيرف النوع الثاني من السيرف الصности hcher isinsi sly вер乞 هو الحركة في هذا الإرسال هي نفس الحركة في الفلاد الاول لعبة الافلات سيرف الاولاني. ولكن قطع القرية من الجانب الايمن بنقطع القرية بتابع سلايس من الجانب الايمن على العكس الإرسال المسطح اللي هو الافلات. هلما اذا لا하고 عنِ реальноos عليه ان يستعمل القبدة الخلفيه برضو اللي هي ALplay and grid في المسكن المضرب او grip ثم دخول القوة لمقابلة القرية. خبا ن tod Anchor نقول كده احنا الاولان اللي هو الفلات اللي هو الفلاسورف. ده بيتلعب كونتننتا عادي بيبقى فيه الستيرن آآ كونت اه الستيرن باك هان. اما نفس النظام ولكن الضربة بتتقطع. ولزال كلمة سلايس احنا بسمها بضربة القاطعة. يعني يقول لما بنقول زي سلايس. انا لا لا هلعب سلايس. يعني هقطع الكرة. بس ان الكرة بتتقطع بطريقة على ان اللاعب في حركة الارسال نفس الحركة بتاعة الفلاد. ولكن من الجنب. يقطع الكرة من الجنب. طب النوع الثالث من الارسال. احنا هنا نوع الاول اللي هو الفلاد. النوع الثاني اللي هو السلايس. النوع الثالث اللي هو الكتوب سبين او الاسبين. الاسبين دون في السيرف. بيكون اللاعب. برضو ماسك ايضا ماسك المسكة الخلفية اللي احنا بسميها باك هاندي جريب. وهاجب ان يكون قصف القورة. القصف القورة اللي هو التوس. ارفع التوس بتاعي امام الكتف. مباشرة. ولليسار قليلا. ينتج هذا الارسال اعلى دوران في سرعة القورة. بالنسبة الارسال ده بسميه للرسال اللولابي. يبا احنا اخذ الارسال اللولابي اللي هو التوب سبين. بيبقى من اعلى بينجح من الضربة بتاعته من اعلى دوران القورة. امام امام سرعة القورة. يبا احنا عندنا ثلاث انواع من السيرف. لازم نحفظهم ونازم نعرفهم. وانا بنصر انا من مكاني في اي ملعبة باجا اشتغل. بقول اللعيب ركز على ضرب على يعني مسكة ارسال واحدة في سبيل ان انت تجدها. ان اجدت الضربة الاولانية للسيرف ممكن يديك النوع التاني من الارسال. ممكن يديك النوع التالت ايه ارسال. يعني لو اجد اللعيب الفلات. اللي هو الكونتيننت للمسكة العامة. يبقى ممتاز. بس يجد ايجادها جميع. طيب. ان اجدها وحب يزيد بقى خبرته ياخد الضربة التانية لسليس. الاجد اللي سليس نيدي له لسبان. يبقى احنا عندنا تلات انواع من الاصراف. عندنا السيرف الاولاني هو الفلات. السيرف التاني اللي هو سليس. السيرف التالت اللي هو سباني. وشكرا ان شاء الله هنشرحهم عملي تاني لانه اطلبوا مننا برضو تاني. وهم موجودين على الفيديوهات. شكرا وإلى اللقاء في فيديوهات اخرى بزنية.